السلام عليكم اولاد عليا عمليين ايه معنا انهار دا فيديو يليس والايا في السريع انا كدده خلصنا المياه والقيوز كل نزل والما أسألة النازلةال∼سовые سر worlds وبإذن الله نشرع لرى... همش outros وايه هو التي هي selling إنه اتجازها وم passa بالأسى هرة هي الفكرة كما هي فكرة زي ما هو الفكرة الاستيك هو فكرة انă انا بدخل الحاجات من الاخر وبطلعها برضو من الاخر. الكيو زي اننا بدخل في الاول وبدخلها من الاخر. او العكس بدخل في الاخر من الاول. سوري. اللست برضو هي فكرة. اللست يعبارة عن مجموعة ايتم مترتبين ورا بعض. لك فانايت او اردر سيكونز فتاة. يعني حاجات بترتبها يعني بترتيب ما دخلت. يعني بتخل بترتبها يعني. تمام؟ وفانايت يعني ليها اخر. فبلا شوية فانكشنز او بريشن زي ايه زي اللينك. انا ممكن اعرف انا معي كم ايتم. ممكن افايند ايتم في الوزيشن معين. لاحظ ان الستاك والكيو ما كانوش بيسمحوا بالفكرة دي. انا مقدرش اعرف الوزيشن الثالث في ايه او الرابع في ايه وكذا. لكن اللست بتسمح. اا اقدر اديليت حاجة من ايتم معين. او لو مسلا ننسح لي الحاجة اللي في الوزيشن ثلاثة. الوزيشن اربعة وكذا. اقدر اينسرت في الوزيشن معين. او اقدر اقاب بنت. انا نحط حاجة في الاخر. اوكي. فدي الفكرة دي معمولة بالايه معمولة. يعني ممكن اطبعها باللينك لست او بالاري لست. طبعا الان لست ما خدناش لينك لست محضرة جاية. فهنطبعها حاليا بالاري لست. فدي الفنكشن الزي عندنا اهو اسمها لينك. بتحط الالي منت في الاخر فدي سهلة. ات بتريترن حاجة في موزيشن معين. دي برضو سهلة. اديليت ات والريموف ات هما دول الحاجات اللي هي فيها فكرة. ان انا اتزاي هديليت وجهة من رري في مكان معين او انسرت مكان بعين. فتحنا نشوف ده هيتشتغل ام في الاري لست. الاري لست هو ده الامبلوهمنتيشن بتاع فكرة. للريموف او الايد. بالايه ريا باготовل ايه في الريد. لهذا انا ا Joo Fight Death which I have done with the A. الت الريد. ده ممكن ازعد في حجمه او حط انه في حاجات تاني او معادي لو تملق ازود حجمه. وقدر أ尽ائم وديليت الحاجات ايه جوه ا sectors него. اي مكان ايه. فطبعا دي الفنكشن اللي احنا قلناها هي في نفس فكرة الليست. يعني هو هو ففي نفس الفنكشن. اللي هي اللينكت والابند والات والديليت ات والانسرت ات. تمام? طبعا احنا عارفين كل الحاجة دي لينكت يعني هيشوف انا معي كم ايتم يعني مثلا لغزا كده. هيشوف بكل بساطة انا معي ام ايتم. لا انا فين ام اهو. هيشوف مسلا لو انا معي ادي اري. في مسلا في مسلا خمس اماكن بس مسلا اول المكانين بس المليانين. تمام فهيديني الليكت في كام? باتنين. امبند يعني هيروح يجيب ايتم زيادة يروح حطه هنا. تمام. فكده عملت امبند طيب ات لو قلت له مسلا اات اات اتنين. اات اتنين في هيchauها هيجيب لك خانة zero واحد اتنين ويجيبلي القيمة اللي في الخانة اتنين. يعمل لها ريتاء. تمام? طب دليت ات دليت ات يعني انا بقول له وسأ يمسحهianserto AD يعني بانسرت في مكان معين. فتحالا نشوف ده بيحصل ازاي. دي فكرة ايه فكرة ايه فكرة ايه ان انا معي زي ده فيه مسلا تسعة تعمانية سبعة ستة خمسة انا عايز امسح اعيز امسح اعاد اتنين يعني عايز اشيل دي. هاشيلها ازاي. هنا تعال بس نكتب كده حاجة نكتبنا انا معي لينكتبه بكم بخمسة ما لنا معي خمسة ايتم تمام. فانا عشان دي دي بعملها ازاي انا مجرد انا مش مش بشيل الخانة دي كلها مش بطير الخانة لأ بكل بساطة القيمة دي بامسح بحطها على القيمة اللي بعدها. تمام? قيمة المسح بحطها على الخانة اللي بعدها. اللي هو كأن انا كان معي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بكل بساطة شلت ده طلعته بره. فده جاء مكانه وده جاء مكان. زي مسلا ما تبقى قفين في طبور. خمس اشخاص في طبور جي واحد من الطبور طلع. فهل انتو بتقفوا مكانكو وتسيبوا المكان في وادي? لأ بتشفتوا نفسكو. نفس الفكرة في الايه? في تمام? ان انا بامسح الخانة مش بامسح الخانة بجيب اي حاجة بعدها بحطها عليها. تمام? بشفت الخانات اللي بعدها بحطها عليها. تمام? طبعا ما شفت من الاخر لان انا عندي ده الاول. يعني ده زيرو واحنا بنمشي كده. تمام? طبعا هتلاحز. هتلاحز يعني ان ايه شفت الست مكان السبعة. فبعد كده المنظر ده تسعة ثمانية ستة. بعدين شفت الخمس مكان الستة. طب اخر مكان ده. اخر مكان ده اللي حصل له. حصل له زي ما كنا بنعمل في الاستاك. لو تفتكر في الاستاك انا مكنتش بامسح اخر مكان. انا كنت بكل بساطة بقول له الايليمتس ماينس ماينس. بحيث ان هو ايه? حيث ان انا لما اجي ازود ايتم جديد بازوده هنا. على عكس مسلا قبل كده كنت هزود في المكان ده? دلوقتي لا هزود في المكان اللي قبله. فهنا اللينك تبتعي بكام? اللينك تبتعي بقى اربعة. دي حاجة مهمة هنعوزها في ايه في حتة الامبليمنتيشن. ان انا اي نعم بعد ما شفت الحاجات لازم اقلل اللينك. عشان اعرف ان انا ايه بدخل في المكان ده دلوقتي. طبع طبع طولي ده اقيمته روح تقولك لأقيمته متسايفة ايه تحركت هنا. فقدر ادخل عليه عادي. تمام? خب. نيجي بقى لال الانسيرت اد. الانسيرت اد هنعمل عكس اللي احنا عملناه في الدليت اد. لو تفتكر هنا في الدليت اد كنا بنعمل ايه? كنا انا عايز اشيل الخانة دي في اي حاجة بعدها رجعتها خطوة الورا. فدلوقتي الفرد ان اقلت لك انا عايز اشاف احط خانة ما بين السبعة والتمانية. فهطر ان انا احرك السبعة وستة الخامسة دول خطوة قدام عشان اوضت حاجة وسطهم. فبص كده اهو. احيز احط حاجة هنا في المكان التاني. فلازم اي حاجة من المكان التاني وبعد كده اشفتها قدام. الخامسة تتحرك. الستة تتحرك. السبعة تتحرك. مثلا يبقى عندي انا خانة فاضية اجيب الايه? القيمة دي احطها جواه. تمام? وطبعا اللينكت هايزيت. يعني هنا اللينك. كان بكم? كان بخامسة. هنا اللينكت اقب ست. اظنوا دي سهلة. يعني انا هنا بزود ايتم في طبيع اللينت هايزيت. اوكي? اوكي. طيب. انا بحرك الايتمز. بحركهم بقاني ترتيب. هل ينفع احرك السبعة? بعدين اجي على الستة حركها. بعدين اجي على الخمسة حركها? لا. لان السبعة كده لو انا حركت السبعة حطيتها هنا. كده قيمت الستة دي راحت. حاجة حرك ايه هنا? مش حالية حاجة حركة. فاحنا هنا منحرك من الاخر للاوي. تمام? منحرك الخمسة. خطوة قدام. فيبدأ ده كده فيه خمسة. وده برضو فيه خمسة. لو محركين الستة عليه. فالخمسة تتمزح يبقى فيه ستة. انه حرك السبعة عليه فالستة الانه تمزح يبقى فيها سبعة. وده يبقى فيه سبعة اي نعم يا ده نفوط فيه سبعة كده. بس جاءت العشرة مسحيتها وحطت عشرة. تمام? فهين احنا كنا في الديليت كنا منمسح لورا. تمام? اللي هو يعني انا ايز احرك كده فانا عايز احافظ على القيمة الستة دي فروح جايب الستة دي على السبعة. انا مش عايز السبعة اصلا. والخمسة دي احركها تشيل قيمة الستة. طب لو انا عملت بالعكس لو انا حركت الخمسة الاول. حرك الخمسة. مش هلاقي ستة تحرك. فكده انا بوصت القيام اللي في ايه? اللي في الاري عندي. تمام? ده كده كان الايه? كان فكرة الاري لست. طبعا الاري لست معمولة في الستاندر تيمتليت لايباري باسم فالفكتور هو سيكوانس كونتينر او يعني اري من الاخر يعني. بفي شوية ايتمس. وممكن يغير حاج ممكن يكبر يعني عشان يسع ايتم زي زي ما الستاك كان بيكسباند. يقول لك بيوز كونتيجوز ستوريج لوكيشنز. يعني ايه? يعني بيحط الحاجات ورا بعض في الميموري. انا مش هلا انتو ذكرتوا الاري لستة او لا لا بس اللينك لستة لا تحطش حاجات ورا بعض في الميموري. فلا الاري زي وكده تحط الحاجات ورا بعض في الميموري. تمام? فيقول لك الفكتور من جوه اصلا بيستعمل ايه دايناميك لالوكيتة بي. فطبعا البيكتور بيدينا فونكشنز كتير قوي. حاجة زي الاد. الاد بترتين ايتم اتوزيشن معين. الاد بترتين ايتم اتوزيشن معين. بتعرفني الستوريج اللي هو عملها اللوكيشن. ازاي يعني? فلنفترض. فلنفترض ان انا معي مثلا عملت فيكتور. عملت فيكتور. تمام? هيشيل ارقام انت. سميته في. تمام? في ده راح الميموري. عمل مساحة. فيها خمس ايتم. فيها خمس ايتم. هل انا قلت له اعملها خمسة? لا. هو ديفولت كده بيعمل خمسة. طب فرضا فيه ده اعدت ادخل فيه ادخل فيه ادخل فيه. تمام? احتاج مساحة زيادة. يعني اعدت مسلا دخلت فيه تمانية ايتم. تمام? اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. فهو هيروح الميموري. هيكانسل ده. ويروح اعمل مساحة جديدة. زي ما كان الستاك بيكسباند. يروح اطط مساحة جديدة حجمها ايه? عشرة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. تمام? ادي التسعة وادي العشرة. تمام? فإلا يحصل كده اللينكث اللي احنا عرفينه العادي اللينكث. العادي انه فيه تمانية ايتمس. لكن الكاباستي. الكاباستي بتاعته بقت عشرة. انهم سايف او اخذ مساحة الميموري يحجمها عشرة. تمام? وطبعا بيكسباند واحدة كده كل ما زود فيه ايتمس يكسباند مع نفسه ده. في عندنا فونكشن اسمها كلير. كلير دي بتعمل ايه? بتتشيل كل حاجة في الايه في الفيكتور. تمام? بتشيلهم وبعدين بتليف الكونتينر حجمها ايه زيرو. خلي كونتينر حجمها زيرو. لو انا عايز افضيها هنعملها فلاشنج. اه داتا داتا ده بريتيرن بوينتر للاريه اللي جوه. طبعا ان الحاجة دي احنا ما بنستعملهاش لان يعني انا ليه عايز اوصل الاريه اللي جوه. هو مديني اصلا. اه فونكشنز بتخلينا نعمل مع ايه غالية ما بستعملهاش. كويس ان احنا عارفين انها موجودة. اه طبعا امتي عارفين الامتي انها بتشوف لي لو هو امتي ولا لا او سايز بزيرو ولا لا. بتحط الايتم جيد ورا. بباك بتشيل الاخر ايتم. بس طبعا دول مش البوش والبوب الواحدين اللي عندنا يعني. اه سايز بتعرفني انا معي كام ايتم في الاريه. وطبعا يعني عندنا فونكشنز تانية زي مسلا اه زي انسيرت ايات ودليلات ليه هنسيش منهم. يعني انا مش مش محكوم ان انا احط في الاخر بس لأ ممكن احط في الاول عادي. احط في اي مكان في النص عادي. ممكن برضو اشيل من اي مكان في النص عادي. اوكي? اوكي. نيجي لحاجة تانية مهمة اسمها الاتريتورز. الاتريتورز يجب ان ندرسها مع حاجة دي الفيكتورز. الاتريتورز مرتبطة بال الاولية في الميوري. هشي رسلك مرتبطة بال انكبار عموما. او الي هي الاولية بس. انا لما كان عندي ان تكون قرية wallet عما في الميوري. او مثلا يعني في ميوريkteوركس الميوري. كان حاجة متقسمة مجMore انا عايز اعرف اي ايتريت غيرا. عايز ا لفة عليها عايز اعمل عليها مسلا حاجة او اعرف او ادور فيها على حاجة من اولها الاخير. فطبعا مثلا من الميورينا هي اول قرية ا genere تبقى اوله واخره. تمام? حاجة زي مثلا انا دايما عارف اول واخر فبفي عندي حاجة في كلاس الفيكتور اسمه اتريتور يعني اتريتور يعني pointer تمام يعني انا بنقول عليه النوع pointer وعون object سوى pointer بيشاور على البيجن ويشاور على البيجن ويشاور على الاند هتقولي انا رسم الاند غلط حولك لا الاند دايما بتبقى بعد اخر ايتم بواحد تمام فانده بيدي convenience للبرجرامر يعني انا تشوفوه قدام لو استعملتوها يعني نقرت كثير عن الاتريتور فعرفه فدعب كل بساطة عبارة عن pointer انا بشوفوه بيشاور على البيجن ويشاور على الاند دول بيست قدر استعماله من انا ايتريت على الري مثلا الافة اللي قلوه مثلا مشي لي بالبيجن ده مشي لي مثلا ال اي بتسوي البيجن ووقف لما ال اي بتسوي الاند لما ال اي بتسوي الاند يعني البيجن ده عدد على كل حاجة وبعد اخر مكان في الري فالكذا خلص تمام طبعا ما ان هو pointer ممكن اعمله دي reference ممكن اعمدو الريفرنس اقول له مثلا القيمة يزود له على 10 ممكن اقول له مثلا الهاتف اللي انت واقف عليها مثلا اضربالي في اثنين مثلا اقول له retard ان القيمة دي كده فطبعا هنا ايه الاعتريتور كتير يعني كل هذا الاكشرة هتشوفوه هتلاقول له اعتريتور كتير فيه مثلا بيجن وفي اند وفي ار بيجن وار اند ار بيجن دول اللي هم ريفيرس بيجين وريفيرس اند بيبدأوا العكس يعني مثلاً R BEGIN هتلاقيها هنا هنا حاجة اسمها R BEGIN وهتلاقي هنا R END اللي هي REVERSE END و REVERSE BEGIN هتلاقي عندك حاجة اسمها C BEGIN C BEGIN ده CONSTANT BEGIN لو انا عارف ان انا حقرة بس الداتا بتاعت القرية مش هغير فيها فانا استعمل C BEGIN ليه عشان ما غيرش بالداتا بالغلط وعشان يعني انا استعمل ال CONSTANT بيبقى افضل يعني انا استعمل ال CONSTANT بيبقى اهمل وكذلك عندي C END وعندي C R BEGIN و C R END وعندي شوية حاجات كتير كده نقرأ كده كلام موجود بيساعدنا اترافرس ال CONSTANT من غير معرفة ال SIZE او من غير معرفة ال CONSTANT معمولة ام المنتيشن ازاي لان احنا زي ما قلنا فيه داريباً اتريترز لمعظم ازا ما كانتش كل ال DATA STRUCTURES يعني فيه مثلاً ال LINKED LISTS وفيه ال ARRAY LISTS واذا انا مش غلطان يعني فيه ال STAC وفيه ال KUES وفيه ال MAPS وفيه كده تمام؟ سيقول لك اه ال ITERATOR ده best visualize as a pointer زي ما قلنا كده بايه؟ بـ to a given element زي ما قلنا عندنا بس حاجة زي ال BEGIN ال BEGIN ده في الاول INT ببقى بعد الاخر فأهو هنا منديك فيكتور INT تمام؟ عمله شوية PUSHBACKS يعني عمله زي ايتم ده 10-20-30 وبعدين عمل ITERATOR سمه IT ال ITERATOR ده هل هو عمل ITERATOR كده؟ لا هو عمل ITERATOR من نوع Vector INT يعني ITERATOR بITERAT على Vector من نوع INT طبعا انت ممكن تكتب الرصة الطويلة دي وحنشوف بعدين كلمة تانية أسهل ازاي ايه نشيل الرصة الطويلة ده نحطها بدل فطب ال ITERATOR ده انا هابداه بيه هاخلي V.BEGIN ده بتReturn اول خناف ال R بتReturn ITERATOR على اول خناف ال R فقدر اشيالها اشيالها في ال ITERATOR مقول له WHILE ان انا موصلتش لل ITERATOR اقدر ايه ادي reference IT ده و ايه؟ واشوف القيمة اللي فيه بعدين عمله بلاس بلاس طبعا زي ما شوفنا في الاول ان انا نعمل pointer لما اجيب مثلا pointer مثلا اعمله بلاس بلاس هو مش بيعمل pointer يعني دي لا تساوي pointer plus واحد لا اه هي pointer plus واحد PTR plus plus بتساوي pointer plus واحد size يعني هنا هو عشان int فبيزوده مكان بيزوده حجم int اللي هو اربع بيط وهكذا نركز في الحتة دي عشان ممكن بيسألوا فيها يعني فهذه فكرة الايه ال ITERATOR طبعا انت قلت عن اللي ترسل هتدقره كلام كتير يعني انا كنت اعيد دارك كتاب C++ كتاب م C++ فرايمر يعني كان عامول اللي كتب C++ نفسه وكتب كتاب اعتقرأ منه حبه حلوين كبه كان فيه شابات الكتير قوي على ITERATOR كان بيئتريت على Arrays وبيئتريت على Vectors وبيئتريت على حاجات كتير قوي فأي عامول مبدأ لطيف يعني او فكرة لطيفة انك تكون عارفها انك ازاي تئتريت على اي حاجة بيئتريتور يعني انت هنا مش محكوم مسلا ان انا اذا بعرف size او ائتريت مسلا من Ip0 او Ip كذا لا انا معي point اذا ادر اشتغل بيه مش محكوم باي حاجة بس كده فالفيديو اللي بعد كده هيبقى Algorithm Analysis ده هنشوفه بعد الفيديو ده ان شاء الله بس ده موضوع تاني فان مش عايزة اطول الفيديو اكتر من كده فكفية لحد انا نشوفكم الفيديو الجاي ومع الساعة